أعتقد يا جماعة أن كلنا ماشيين في بيوتنا لحبيب ولا قريب ولا غريب وأنا كنت ملكة متوجة يعني يمكن كل الإفهات ذي إحنا قاعدين بنقولها ورمضان اللي فات بس كنت تردى من الجلدة للجلدة يعني الموضوع مش محتاج كلام أكتر من كده عشان أنا ضفتي النهاردة اللي منوراني في قاعدة ستات دمها خفيف جدا شطرة جدا في كل دور بتقدمه موجوبة ويعني خف الدم صراحة أنا مش شايفة لها حد ولا شايفة دايما يقولك فلانة شبه فلانة في الكوميديا لا هي واخدى مدرسة خاصة بيها في الكوميديا الناس كلها بتحبها يمكن الجمهور يعني بيشيد بيها من أول دور عملته اشتغلت في مسلسلات كتير جدا اشتغلت مع الزعيم عاد الإمام وآخرهم كمان مسلسل في رمضان اللي فات تردى من الجلدة للجلدة نور خالد نور وولده نور خالد النهاردة أنا منوروني الجميلة الأمر الفنانة العسل دونيا مهر مرسي يا مروا على الكلام الحلوة ربناي خليكي والله أخجلتم توضعنا يعني شكرا دا كرب منك بجد يا حبيبتي أنت تستاهلي أكتر من كده وانت جميلة وأنا يعني بحبك من قبل معرفتك لما شفتك حبيتك أكتر وأنا والله أحب الكوش يعني بس عايزة مسي على المشاهدين طبعا مساء الخير وشكرا لك على الاصدافة الجميلة دي بجد حبيبتي وحبيتك أكتر لما عرفت أن أنت برج العقرب أيها أنا وانت بقى عقرب في الدنيا هتبقى جميلة ولزيزة أنا عارفة أن أنت شخصيتك مش بتاعت برامك بيش طعب برامك بقى وتعودي تتكلمي ويستضفوكي يعني خدت بقارة الشخصية بس هيو مش بالضف بس هي أنا فيها النقطة يعني أول نقطة أنا بحس أنه ساعات كتير بحس أننا بناخد وقت أكتر من وقتنا يعني كفاني أنا في الآخر أنا بطلع مسل ممكن أطلع أتكلم عن دور أو أطلع أتكلم عن حاجة شغل عملته أو حاجة بالشكل ده بس بقى أن أطلع أتكلم في كل شيء وفتي في أمور الدين والدنيا وأكلم الناس كلها يعني طول الوقت دي مسئولية مش بحس أن أنا أنفع لها يعني مش بتاعت يعني أنا مش الكلام صعب قوي قدام كل الناس يعني أنا بكلم دلوقتي فيه ملايين فتتفرج كل واحد عنده دماغه وعنده عقله وعنده قيمه وعنده أفكاره فبيبقى كأني ماشي على الحبل بالنسبة لي يعني وأنا شخص كمان يمكن حريص على خصيته بشكل كبير فبرضو ما ببقاش منفتحة قوي يعني مش شخص بينفتح بالسهولة فعشان كده أو يعني ببقى مثلا عايزة ممكن أبقى موجودة بس أتكلم عن الشغل مثلا أو حاجة أنا فاهمة فيها بس ده الموضوع يعني يعني مش بتحسي أو مش بتحبي فكرة أنك تقولي اجتماعية ونقعد اللي هو عارفة الناس اللي هي بتحب تبقى اللي هو أنا ناشط سياسي موجود ناشط اجتماعي عايشت المرحلة دي بصي كلنا في الآخر عايشنا الفترات دي اللي هي السوشيال ميديا سلاها بتدي للواحد كده إحساس أنه هو بيكلم العالم فبتدي له بياخده الجلالة يعني ففي أوقات كتير طبعا في حياتي عايشت ده بالفعل واكتشفت أن أنا مش فاهمة حاجة خالص ولازم خلاص لستكت بقى لأن أنا فعلا مش فاهمة فبتديت أوعى أنه أول حاجة كلام مسئولية يعني فكرة أنه الكلمة فعلا ليها بأثر رهيب فلازم أخد بالي من كلامي لازم أخد بالي أنا بدي إيه للعالم أنا مش يعني كنت زمان أنا ما بقاش عندي فيسبوك بس كان في فتر عندي فيسبوك أفرتي الفيسبوك تماما الحمد لله فيسبوك بس وبس عندك انستجرام او عندك تيك توك لأ بس انستجرام وغير كده اكتفتي بالصور تشحب فكرة أنت تقودي تكتبي رأيك ولا عايزة أقرأ رأيك لأنه الناس بيقولوا حاجات على السوشيال ميديا أنا بشوف أنه نسبة كبيرة مش بيبقوا مسؤولين عنها أنا شخصيا كنت بعمل كده في فترة من حياتي يعني كتشفت أنه بقى زي إيه مكان الواحد بتجيله فكرة أو حاجة مش مكتملة فيروح مطلعها وعن موضوع غالبا هو يعني أمش لازم أقول رأيي في كل حاجة أنا اقتنعت خلاص أنه أنا مش مضطرة أقول رأيي في كل حاجة مش لازم يبقى عندي رأيي في كل حاجة أصلا وكل الواحد ما بيعرف أكتر وخصوصا بالخبرات اللي مرنا بيها كمان في حياتنا في مصر والأحداث كلها اللي حصلت علينا في آخر عشر سنين كلنا أدركنا بدرجة أو بأخرى أنه مش كلنا فاهمين كل حاجة وأنه نمسك لسامنا بقى عن الحاجات اللي مش فاهمين فيها علشان ما تفتحيش الفيسبوك تلاقي نكد غير مبرر صح عندك حاجة يعني غير مبرر هايزا قولك ناس كتير جدا يعني بتقولك أنه الفيسبوك ده بقى مكان أو أبليكيشن للنكد كل اللي عايز ينكد على حد يقعد يكتب بوست وإحنا ناخد طاقة سلبية أي حد عنده طاقة يخش شير مي بوست وبرضو أنت يعني في الآخر رأيك يمثلك فمش لازم أنا أقرأه بتعملي حالة عامة صح مش حقيقية يعني قصدي لما بتنزلي الشارع بتخشي مثلا في سبوك أو تويتر تويتر أنا مش قصدي حاجة والله ناس عارفة يشتوني على تويتر ناس تويتر أنا بدخل لأي نستشن في بعض طول الوقت وخناقات غريبة وأنا مش فاهمة بنزل للشارع علاقة الدنيا عادية جدا ما فيش أي مشاكل طب أنا ليه حاسة أنه يعني ده مش تمثيل للمجتمع ولا حاجة المجتمع مش بالسواد اللي أنا بشوفه على السوشيال ميديا جوسيا وجمهور السوشيال ميديا مختلف تماما عن الجمهور الحقيقي اللي في الشارع يعني لأنه خلينا أقولك أنه هم هم تلات تربع تسعين في المية من الناس اللي على السوشيال ميديا مزايفين في ناس كتير بتبقى دخلة بأكاونت فيك مش أكاونت حقيقي في حاجات بتقوم موجهة في لجانة إلكترونية في تفاصيل كتير قوي على السوشيال ميديا غير الناس اللي انتي بتنزلي تقابليهم فيست وفيست تتكلمي معاهم شو في قراءهم اي بس هما الناس دي هما الناس دي على فكرة بس هو الفرق انا رأي كده يعني أنا من نظريتي أن هما دول هما دول هو الفرق بس أنه هو بينقي أكتر حاجة مضايقة في يومه ويقولها على يعني أكتر حاجة فيها النقد الحاجة لأنه كمان البني أدم عينه غصبة عنه بتنقي أوحش الحاجات دي حاجة في طبيعتنا علشان نحمي نفسنا المخ متبرمج على كده بيحصل لك خمسين حاجة حلوة في يومك فتلاقيه كاتب أبوغ حاجة حصلت له في يومه أو أكتر حاجة بايخة حصلت له في الأسبوع وده مش حقيقي سدين أنا هبدأ أفكر زيك يعني أنتي دلوقتي قلت لي معلومة ضفتيها لي أنا أنا كمروكت مقتنعة دايماً أنه الناس بتاعت السوشال ميديا دي ناس مزيفة أو مناس حقيقين أشخاص ولكن مش هما دول اللي احنا بنقابلهم يعني مش هما دول اللي انتي ممكن تقابلهم في الشارع يقولك دنيا أنا بحب دورك أو انتي لذيذة لا بحس إنه الناس يمكن أكتريتهم اللي على السوشال ميديا سلبيين يحبوا ينشروا السلبية بيحبوا ينتقدوا أكتر بيحبوا يكتبوا كومنتس ألفاظ غير لائقة يعني معرفش الميديا جديد أنا رأيي يعني في الآخر ما بقلوش يعني الوقت اللي خلينا ابتدينا نعمل قواعد ابتدت القوانين حتى بتاعته تطلع مؤخراً ما كانش فيه قانون اللي يشتم حد على الانترنت تحبس دلوقتي ابتدت ابتدت الأمور تترتب بسواء كان حاجة جديدة خالص بتسمح لأول مرة إنه تنشوري يعني الزمان عشان تنشوري أي حاجة كان لازم تبعثي لجريدة أو تبعثي للمجلة وحد فيه إدتور هيقول دي تنشر أو ما يتنشرش دلوقتي أي حد يعني فكرة منشر العام لكل الناس أي حد يكتب أي حاجة في أي وقت في رولز كان دلوقتي ما فيش رولز تكتبي أي حاجة فدي برضو بتشجع بتنمي حاجة كده عند الإنسان بيبقى هايز يقول هي بس الفكرة أنه فلتر بقى وبتدي كمان كل ما هتحس بنفسك يعني كل الإنسان ما بتبقى حياته أحسن كل ما هو بيبتدي ياخد باله من قيمته وقيمة كلامه يعني أدى رأيه برضو أنه كل ما أنت مش متحققة وحاسة أن أنت يعني ما عنديكيش حاجة تحط عينك فيها فبتحط عينك في جنبك بتبصي على جنبك بتبصي على فلان تنتقد بي فلان لكن لو مركزة مع نفسك أكتر مش هيبقى عندك وقت ولا هيبقى عندك طاقة أنت ضيعي وقتك وكلامك أنت شخصية عميقة جدا وعجباني جدا وقعدة بس معك وأنا مبسوطة ومستمتعة ومستفيدة في نفس الوقت والله أنت اللي مريحة والكلام كده على طول بيجي بحط لا والله يبقى كلمة جد يعني إحنا دايما دنيا مرتبطة في دماغنا بخفة الدم باللزازة بالإفهات الحلوة ولكن فكرة أنت تطلعي شخصية عميقة وفهمة ومش بس عميقة وفهمة لأ دا أنت يعني بدأت تاخذي قرارات يعني خلينا أقولك أن النهاردة لسوشال ميديا هي نمرأ واحد في حياتنا احنا بنصحى من النوم نمسك الموبايل نشوف مين كاتب إيه ومين رح فيه ومين جيه منين أنت خدتي قرار بالفعل لأن عندك قناعات أنه لا أنا مش عايزة أشوف حاجة سلبية مش عايزة أنا نفسي يعني برضو أنت خدتي قرار بتسيطري فيه على دنيا نفسها أنه أنا مش عايزة أكتب حاجة سلبية ومش عايزة كمان أكتب قراءة ممكن أكون أنا مش فاهمة فيها حاجة أنا مش عايزة أشارك يعني مش عايزة أشارك مش عايزة أشارك في الحاصل لأنه متعب بالنسبالي وبقيت حسن أنه لا أنا مش عايزة بقى موجودة إيه اللي حصل؟ يعني إيه أكتر حاجة حصلت حوالينا قلت أنا هقول رأيي أو دخلت كتبتي بوست وندمتي قلت لأ أنا ليه عملت كده؟ لا أوقات كده فيه سنين كثيرة في أوائل استخدامنا للإنترنت لا كنا الواحد طبعا يعني بيتكلم بقى وبيعمل حاجات رهيبة بتي شخص ثوراجي نفسيا؟ ما هو بصي الإنسان بيعدي على مراحل كثير أنا فيه فترة طبعا في حياتي أنا كنت آه يعني شايفة عارفة هقولك إيه اللي اكتشفته طبعا بعد سنين بعد كده مش إنه ما فيش مشاكل كل البلاد فيها مشاكل طبيعي إنه يبقى فيه مشاكل بس مش من الطبيعي إنه حد يستخدم المشاكل دي علشان يستخدم الناس يعني أنا كنت مثلا إيه بقرت عليقات تحت اليوتيوب ما كنتش لسه معروفة عندنا إنه في حاجة اسمها لجان إلكترونية وحاجات بالشكل ده تعليقات اللي هي مكتوبة عنك إنك لا 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 قبل ما بقى معروفة قبل ما تشهري أو تمثلي فمثلا لقي ناس بيكتبوا مثلا حاجات صعبانيات معينة ما خدتش بيلي مثلا إن هي بتبقى نفس الجمل متكررة في كل تعليق أنا بالنسبة لي ده راجل غلبان يعني قاعد عمال يشكي حاله في التعليقات وكده فاتأثر جدا وقلبي تقطع وبقاعدة متضايقة وممكن يومي أو أسبوعي أو شهر يقفل بسبب الحاجات دي وعد أكتب بقى إنه قد إيه فيه ظلم وقد إيه بعد شوية بعد وقت بقى تتأثري إنتي سريعة التأثر وأنا أصغر دلوقتي ممكن أتأثر بس بقى فيه مسافة بين المشاعر والفكر بمعنى إيه؟ بمعنى أول حاجة طبعا كل اللي مررنا بيه من أحداث في مصر في فترة يعني الصورة وما بعدها وما بعدها ابتدينا نشوف قد إنه إيه ده ده مش الحقيقة كاملة إيه ده ده تم نتخدعنا في حاجات نتخدعنا في حاجات إيه ده وسمعنا ناس ونزلنا أورا ناس وفي الآخر اكتشفت إنه لأ مثلا ده ما كانش الحقيقة كانت طول الوقت حاسة باقي اللي اكتشفته أو اللي حاسته بعد كده إنه فيه ناس تروقتي بتستخدم تعطفي أو بتستخدمني أنا كأسة أنا مش ما بقيتش بني آدم أنا بقيت رقم في عدد من الناس هنستخدم مش عارض موجود حد بيستخدمك عشان أنت مرهوفة الحسة بيستخدم وده اللي حصل لناس كثير يعني هي فكرة أنه أنا درست شوية مارفتينج فلما تدرست بتكتشفي أنه هو علم من غير أخلاقيات بيبقى عامله زي السحر الأسود طبعا يعني أن أنا ألعب على نفسيتك وأن أنا ألعب على نفسيتك وهي أعمل أكذوبة رأي عام وهي مش رأي عام ما هو أصلا أنا السوشيال ميديا لما أنا أدخل على السوشيال ميديا الصبح لقي كل الناس مثلا بتشتم في دنيا ماهر فأنا بالنسبة لي الرأي العام بيشتم في دنيا ماهر بس هل حقيقي الرأي العام بيشتم في دنيا ماهر؟ ما هو ده اللي أنا بقى بتكلم فيه وده اللي يمكن النقطة اللي أنا كنت بكلمت فيها إنه اللي على السوشيال ميديا مش هما الحقيقين لأنه فيهم حاجات كتير مزافة ده اللي أنا كتري ممكن بتكلم معاكم فيه بس يعني أنت مش كل ولكن الناس السلبية المحبطة اللي عايزة تهدم اللي قدامها دي ناس سلبية لأنه طبيعي مش كل الناس هتتفق على دنيا ومش كل الناس هتختلف على دنيا والله حتى الناس السلبية دي لو قبلتها في الشارع هتبقى لصيفة معك كما برضو جرأة في جرأة يعني أنا زي ما بقول لو كل واحد تتكلم على السوشيال ميديا زي ما بيتكلم واجهاً لوجه ليه حاجات كثير مش هتتقل طبعاً يعني لو لو أنت بتتكلم بطريقة معينة هتقابل حط إنه الشخص ده في الشكل مش هتقوله كده هتلاقي نفسك بتنقي ألفاظ ألطف شوية يهي ناس كتير بتيجت فيها تلاقيها خجولة جداً 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 ولكن على الأكاونت بتاعه تلاقي لا مي هو مي هو ده يا جماعة أنا في فترة فعلاً كنت أجريسيف وكنت بقول حاجات يعني مش شخصيتي بس هي جرأة الميكروفون بالزبط إنه فجأة شخص بقى عنده ميكروفون بيكلم به العالم فبقى فيه لو صحي متضايقة النهاردة ولا متخنقة مع جوزي ولا معرفش إيه أصحى الصبحة أعود أقول العالم سيء أعرف لو زي ما متخنقة مع جوزة فتقول وما بقاش فيه حد بحلاله والرجال كلها خينة لا ويرتر جل العالم كله شر وما بقاش فيه خير وبتاقي له يا جماعة ده مجرد هتصلحي معاه بعد الغداء وهتبقى العالم كله جميل مش هتقول لنا بقى أنه العالم بقى جميل يعني هي بس الحتة دي اللقطة دي اللي قتلت زوروا موقعنا الفا تيفي دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية